إذن مشاهدين للحديث أكثر حول هذا الموضوع ونقاط أخرى أستضيف معي على البلاتو السيد مبارك قطاش مستشار مكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية العامة لوكلة أنساج مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا مساء الخير سيدتي الكريمة وشكرا الاستضافة العافو كما ستشاركوني النقاش اليوم زميلتي في التقديم ويسام طيباوي شكرا لك أهلا بك أستاذ أعلم إذن بداية أستاذ الوكلة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أنساج بطلبا من الحكومة ترفع التجميد رسميا واستثنائيا على بعض أنشطة النقل في ولايات الجنوب ما هي أسباب وخلفيات هذا القرار؟ نلاحظ أن هنا في الجنوب في بعض المناطق أنه هناك نقص في خلق نشاطات وذلك القرار هذا لعادة فتح الأنشطة المجمدة هو من أجل خلق نشاطات في مناطق التي تحتاج إلى نشاطات من أجل هذه النشاطات التي ستخدم السكان المنطقة التي ستوفرها مثلا تروى وكذلك التي ستجعل تخلق المناصب الشغل لذلك الدراسات التي دايما نقوم بها في إنشاء المؤسسة المصغرة لو كنت شوفوا مثلا هذه المرافقة القبلية والأثناء والبعدية الهدف من المرافقة البعدية وهي دراسة حالة المؤسسات ودراسة من كل الجوانب بلاش نعرف احتياجات وكنا احتياجات المنطقة وكنا رسلنا من قبل كل المناطق من أجل إعداد بطاقة النشاطات بطاقية للنشاطات وذلك من أجل معرفة احتياجات كل منطقة اليوم هذه النشاطات التي سترجعها على المناطق الجنوبية هذه النشاطات ستجعل شباب المنطقة الاستفادة وخلق نشاطات التي ستساعدهم من أجل توفير ثروة للمناطق تحتهم وكذلك خلق المناصب الشغل نعم إذن هذا القرار لماذا مس ولايات الجنوب فقط تأدون سواها من الولايات الأخرى؟ هو مناطق الجنوب نشوفه على الاحتياجات على سبيل المثال نقل نقل المسافرين ونقل همومي نشوفه مناطق في الجنوب التي تبعد منطقة إلى 120 كيلومتر هناك نقص في النقل على سبيل المثال يعني مثلا نقص في نشاط معين ما الذي لازم تحتاجه لمنطقة هذا السبب الذي خلق نشاطات في الجنوب إذن ما هي مشاريع النقل المعنية بهذا القرار؟ لا القرار هو يشمل كل نشاطات لكن يرجع التمويل حسب احتياجات المنطقة حسب احتياجات الشباب من النشاط لأنه في إنشاء المؤسسة المصغرة إذا كان مثلا تخلق نشاط وكل نشاط موجود في المكان ما ويكون منه كثير وتعاوج تخلق نشاط أنك هنا أحتياجات استمارية المؤسسة لأن نشوف هناك مناطق لحسب احتياجات المنطقة جيد النشاطات كلها مفتوحة لكن ترجع سيئة المنطقة إذن في وقت ليس بالبعيد كان قطاع النقل هو النقطة السوداء لدى وكالة أنساج ما الذي تغير اليوم؟ ليس كل النقل جيد وليس دائما كائن مشكلة وكائن حل كائن نعطي حسب المثال أن نشوف مثلا كائن شباب كثير اللي يستفادوا من النقل وسدوا جميع دونين تحن وكائن شباب اللي رأى عندهم تأخر في الدين هذه ترجع من نشاط إلى نشاط آخر من منطقة إلى منطقة أخرى نعم لكن لماذا شكل ربما قطاع النقل مشكلة لدى وكالة أنساج سابقا؟ لا هي يعني نشوف النقل كائن مناطق ومثلا كان فيها النقل كتير اللي خلب لك أصحاب المنطقة هذيك أنهم شغل يعانون بعض الصعوبات لذلك احنا الدراسة التقنية للمشاريع والبطاقة التقنية للمشاريع في كل منطقة بالتعاون مع السوطة المحلية باش نعرف نقدر نصلي نعرف ما في احتياجات المنطقة باش ما نعودش في نمو المشاريع في ذلك المنطقة بيب هناك من يقول أو هناك من يرى أن هذه القرارات جاءت من أجل شراء السلم الاجتماعي ما رأيكم؟ نحن في إنشاء المؤسسة المصغرة الوكالة هدفها إنشاء مؤسسات مصغرة للشباب حامل أفكار اللي تراوح أعمارهم ما بين 19 إلى 40 سنة الهدف من خلق المؤسسات المصغرة هو خلق الثروة تقديم خدمة الاقتصاد الوطني وتقديم وخلق مناصب الشغل جيد اليوم إحنا كان شباب ينشأوا نشاطات في مجالات مختلفة وكان هذك النشاطات اللي جمدوا عاودنا فتحنا هذك النشاطات في التوسعة لماذا؟ لأن سببنا بذلك الشباب اللي خلقوا ذلك المؤسسات اليوم هذك المؤسسات رأهم كبروا منها لازم معلينا أن نعاودونا فتحنا كذلك كنا دائما نشجع الشباب ودائما لكنا تلاحظي في الأيام الإعلامية والتجمعات اللي كنا نقوم بها دائما نحط الشباب على خلق المؤسسات المصغرة اللي راح تخلق طروة وزدنا قيمة الاقتصاد الوطني وكذلك المؤسسات اللي راح توفر احتياجات المنطقة بدرجة أولى وبعد ذلك الولاية وبعد ذلك الوطنة إذن رفع التجميد في هذا الوضع بالذات ليس له دلالات أخرى لا نحن دائما كما قلت لكي دائما هناك تجميد نشاطات ونعاود نفتح النشاطات بعد الدراسة اللي نقوم بها يعني طيب وصد بنسبة لهذا الإجراء اللي سمح لسكان الجنوب بتمويل وكالة أنساج في مشاريع النقل هل هو قرار مفتوح أو له مدة زمنية محددة يعني حتى يمكن سكان الجنوب الاقتناء مع وكالة أنساج هل له وقت محدد أو هو قرار مفتوح لا هو قرار مفتوح يعني أي شباب اللي حامل الأفكار حابين يشؤون مؤسسة مصغرة أنهم يقدموا الوكالة ويشؤون مؤسسة إلا بعد مثلا إلا كان مثلا في المنطقة هذه شفنا باللي تشبع الأخر نعاود ندرسوا للاحتياجة في المنطقة هذه ونعاود ننشفهم طيب حتى بالنسبة لقرار الإفراج عن مشاريع عنساج الذي يقابله كذلك مشكلة الحصول على إلزامية رخصة النقل هل هناك تنسيق مثلا مع وزارة النقل في هذا المشكل لا نشوف أول شي التوجه الشباب وش من النشاطات كين نشاط نقل نقل على التبريد نقل للمسافرين ونقل السلع والخدمات السلع نشوف وش شباب وش من النشاط اللي راح مرحل له إلا كان هناك مثلا الشباب هادو تكون من مشكلة في رخصة النقل نحن دورنا كمرافقة راح نرفق الشاب وين كان المشكلة طيب أستاذ نتحدث عن قرار رفع التجميد عن أنشطة أنساج في الجنوب فيما يخص النقل نتنقل الآن إلى نقطة أخرى من حوارنا بالإضافة إلى هذا القرار تمتخات قرار جديد يتمثل في تخصيص محلات تجارية لفئة شباب أنساج هل من تفاصيل حول هذا القرار وهل من أرقام للتوزيح أكثر؟ بطبيعة الحل الإجراء الجديد فيما يخص المحلات عدل روبيجي لخصوصه هذا الصيغة من المحلات للشباب أصحاب المشاريع أنساج وأنجام هذه المحلات هي للشباب من أجل استمرارية مؤسستهم ومن أجل أن يلقوا مقر تاحهم أكبر المشكلة الكبيرة التي كانوا يعانون منه الشباب هو أنه في اللوكال يعني المقر الاجتماعي تاح الشركة هذه الصيغة الجديدة أنه المحلات عدل وربيجي التي خاصتها الدولة لفائدة الشباب أصحاب المشاريع هي اليوم هي سرية المفعول على مستوى 48 ولاية هو أن الشباب الذين أنشأوا مؤسسة في إطار هذه الأجهزة لديوا الحق الاستفادة من محل تجاري طيب ما هو صلاحية الاستفادة من هذه المحلات التجارية وما هي الشروط؟ أولاً شيء الأول هو أن يكون ملف المشروع في إطار الأجهزة الشيء الثاني أنه يكون الإنسان لا يستفادش من أي محلات أخرى في اللي قدمتها الدولة كيف يكون؟ هناك لجنة على مستوى الولاية كل ولاية فيها لجنة يترأس السيد الوالي تدع الملفات على مستوى مثلاً الأنساج تدع الملفات على مستوى فرع أنساج في الولاية وبعد ذلك اللجنة تقوم بدراسة الملفات وتقدم المحلات لأصحابها هناك محلات صغيرة المساحة هناك محلات كبيرة المساحة هناك يقدر الإنسان أن يستفاد من محلين ترجح حسب الناشاط اللي راح يكون عند الشاب المستثمر هذه السيغة أنه هما إما يكونوا بالإيجار أو البيع بالإيجار ويكون بمبلغ يعني السعر يكون منخفض على السعر اللي يكون يكري عند الخواص والأهم وأكثر وهي أن المدة غير منتهية نشوف المشكلة اللي كانوا يعانون من الشباب هو أنه يكري المحل بسعر عالي ولكن المدة محددة لتخليه الخاص أنه يكري له مثلا سنتين بعد سنتين يقوله يسوى زيدي في الكرة يسوى مبدل أنه هذا سيخليه سيخليه استمرارية وراح من جانب من جانب المقر الاجتماعي أنه وين راح يكون يحط لعاتاته راح يكون مستقر من الجهة هذه وهذا هو الشيء المهم يعني في المؤسسة طيب أستاذ فقط هل سيتم تعميم هذا المشروع بالنسبة لبقية الولايات أم فقط منحاصر على ولايات الجنوب لا هذا المشروع المحلات أوبي جاديا هو المستوى الوطني ليس في الجنوب فقط ربما من هي المشاريع المعنية والمستثمرين الذين يستطيعون اقتناء هذه المحلات المشروع لازم يكون ساري لازم يكون موجود لازم يكون عنده مردودية إما المشروع يكون مجلسة في أرض الواقع إما الشاب هذا من أوداء الملف وحص على الموافقة تعالون سيش عنده الحق في الملف جيد إذن ماذا عن إجراء شباك الموحد هل تم تتسيده على أرض الواقع أم ربما القرار ينتظر يعني تتسيده لا الشباك الموحد هو الآن موجود في الولايات الجنوب هدف من الشباك الموحد هو خلق شباك اللي راح يقرب المواطن من الإدارة اللي راح يكون في هذا الشباك الشخص اللي يكون في الشباك اللي راح يقدم كل المعلومات للمواطن يجي باش يتجنب يتجنب التنقل من مكان إلى مكان وكما تعرفوا أنه خاصة في المعاطق الصحراوية أنك من بلدية لبلدية 300-400 كيلومتر يعني هذا الشباك راح يسهل كتير وقمنا بدورة بدورة تكوينية الأولى هي لهذه المسؤولين على الشباك الموحد باش يعرفوا طبيعة عامل كل الأجهزة تحت أجهزة الأجهزة تحت الأجهزة الوزارة وذلك من أجل كسب أكثر معلومات اللي يقدروا هذه المعلومات اللي يقدروا يمدوها للشباب بقالة للمواطنين كي يتقدموا باش يستفسروا ويستفسروا على إنشغالتهم جيد إذن مع الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد هل أثر ذلك على عمل أنساج واكناك؟ خاصة أن كل البنوك ويسام جمدت عملية منح القروض لا اليوم الوكال الوطنين والشباب ما زالت ما زالت تمويل المشاريع وما زالت الشباب يجيبوا أفكار جديدة ورغم يدعو الملفات تاحهم يقومون أولا بالتسجيل عبر البوابة الإلكترونية مباشرة بعد ذلك يدعو الملفات تاحهم لملف قصير جدا صغير جدا والحصل على المشروع في مدة زمنية قصيرة جدا ويتم التمويل من طرف البنك كل شيء كما غيرها جيد إذن ما هو ربما لكي نختم النقاش ما هو جديد الوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشباب الجديد وهو أن كل شاب حامل فكرة أو مشروع وهذا المشروع الذي يقدم قيمة إضافية ويخلق الثروة لإقتصاد الوطني الوكالة أبوابها مفتوح عبر 48 ولاية مع الشاب إلا التقدم إلى الوكالة وإلا كان الشاب ما يقدرش يتقدم مثلا يتقدم إلى يكون مثلا بعيد عليها الملحقة أو الفرع عدنا هناك موقع إلكتروني هناك وسائل التواصل الاجتماعي يعني يقدر يستعملهم هذا باش يعرف كل ما هو جديد في الوكالة وكل ما هو محتوى من أجل إنشاء مؤسسة مصغرة فالأبواب دائما مفتوحة جيد إذن قبل أن نختم ربما ويسام سأستغل حضرك اليوم معنا ما هي المشاريع التي ربما تنجح أو ينجح فيها الشباب المقبلين على الاستثمار في الجزائر أول شيء اختيار المشروع أو فكرة اختيار المشروع يجب أن لا تكون عفوية أولا الحب والإيمان بالمشروع الذي يود الإنسان إن شاءه ثانيا أن يدرس السوق ليست دراسة دراسة مثلا أوراق ودراس السوق حقيقة السوق هل هذا الناشاط نقول أنا حبيت ندير مشروع هل الناشاط هذا غدا في السوق راح يجيب لي نتيجة ما يجيب نتيجة نعم وشيء آخر أنه كي ندير دراسة ما نديرش الدراسة أنني نسبة النجاح مية في المياه لازم ندير نسبة نجاح نسبة خسارة ونسبة الخسارة ليست فشل جيد أني اليوم ننشأ مؤسسة مصغرة ولننتظر أني بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة أخلاص نقول ما نجحت وخلاص ربما بعد السنة الثالثة الرابعة هذيك بداية الناشاط ليس بعد الشهر أول حتى مثلا نروح إلى أبعد شيء حتى وخلقت المؤسسة التاعي وما تماشت يعني السوق دراسة اللي درتها ما نجحت ليش سيت كل الطرق نعم بعد مرافقة يجب الاجتهاد المصابرة جربت كل شيء كل شيء ولم ننجح ليس فشل هناك حلول هناك إجراءات لأن الإنسان اللي حاب يخلق المؤسسة أنه دائما لا يخاف من إنشاء مؤسسة مصغرة هو ديجا أنه مدام تقدم ونشأ هو نجح جيد إذن بارك قطاش مستشار مكلف بالإعلام والإتصال بالمدرية العامة لوكلة أنساج شكرا لكل هذه التفاصيل شكرا لحضرك معنا اليوم شكرا لك وسام لمقاسمة النقاش